طبعا هنا مقصود المعنى ده لانه من ضمن اسباب الالحاد ان الطفل بيشوف ان ابو ملتحي وبيلبس ثوب ومظهره اسلامي ورايح جاي يصلي في المسجد وبعدين يدخل معاه هنا في السوبر ماركت فالسوبر ماركت كان وقتها من سبع ثمان سنين كان مثلا الكيس البلاستيك مجانا فابو يفضل ياخد اكياس بلاستيك ما يبلاش بقى ومكتوب يطلع رسالة ان حاول تقلل استخدام البلاستيك انه بيقتل السلاح في البحرية فالولد قال لي ابوه بابا ده بيقتل السلاحف قال لي عامل السلاحف ايه ما تموت السلاحف قال لي راجل عامل ياخد اكياس بلاستيك طيب قال انت حضرتك بمظهرك الاسلامي ده ليه ما ربطش بين السلاحف وبين الكلب والهرة اللي مذكورين في السنة النبوي المرأة اللي دخلت الجنة لانها سقط كلب كان هيموت والمرأة اللي دخلت النار لانها حبست قطة هو السحلفة دي مش دابة برضو زي القطة زي فدي مشكلة ان احنا بنفصل الحياة عن الدين الدين ده شعرات اغاني بنغنيها نغمات بتؤدى انما في حياتنا احنا بنعيش اسوأ من الكفار فده شيء خطير جدا فاحنا لازم نوري الاطفال انه موضوع الحفاظ على البيئة احنا كمسلمين هلازم نكون احنا احنا اول ناس بنبادل الحفاظ على البيئة والحفاظ على السلاحف والقول كلمة واحنا عملنا جيم بالشكل ده حطينا فيه الجيم حلو او على فكرة وكان انا فاكر كان ميزانيته اكبر ميزانية جيمة عمل وخمسة وسبعين الف دولار ماشاء الله جيم عادنا حوالي 11 شهر بيبنو فيه المهندسين جيم لطيف او الحقيقة زرعنا فيه الفيديو دي واتفادينا غلطة كنا عملناها في الجيم اللي قبله وهي اننا جلنا ردود يعني يعني اراء الاباء والامات ان احيانا الولد بيلعب الجيم بتاع افتر دي ماتش اللي هو برعا بيشوت بينالتيز ضربات جزاء ضد الكمبيوتر عبزت في الكورة والكمبيوتر يشوت فيه فهو يقف خمس مرات حارس مرمى وخمس مرات هو بيشوت